أستاذ جلبير الأشقر مرحبا بك في تونس مرحبا بك في نوات أنت كاتب وبحث لبناني أستاذ بمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجماعة لندن وأنت هنا في تونس المشاركة في منتدى حول بمناسبة الاحتفال المئوية الثانية لميلاد الفيلسوف الألماني كارل ماركس عنوان المنتدى ماركس راهنا في الحقيقة لو شرعنا من عنوان المنتدى هل بإمكاننا أن نقول إلى أي مدى كان شبح كارل ماركس حاضرا في الانتفاضات العربية شبح كارل ماركس بصراحة لم يكن حاضرا بصورة مباشرة في الانتفاضات العربية ولو جاءت هي في وقت من التأزم الرأسمالية العالمية في مرحلتها الحالية المسمى بالنيو الليبرالية والتي تميزت بصعود حركات احتجاج اجتماعي أدت إلى إعادة اهتمام يعني كثيفة حقا في ماركس وفكر ماركس ونرى ذلك في الانتاج باللغات العالمية ولسيما باللغة الإنجليزية اللي هي اللغة العالمية السائدة لكن فعلا وكان يعني للعودة للمنطقة العربية نرى أن هذا الحضور حضور الشبح كنا قلت لم يكن موجودا يعني في المنطقة العربية بسبب ضمور يعني الحركات التي تحمل فكر الماركسي في المنطقة العربية بسبب ضعف حجمها بسبب عمق الأزمة التي أصيبت بها خلال العقدين السابقين للانتفاضة العربية وجزء من سبب ذلك هو الارتباط الوثيق لليسار العربي بالاتحاد السوريتي فكان بالتالي تأثر هذا اليسار بانهيار الاتحاد السوريتي ومنظومته كان تأثرا كبيرا وبشكل عام أعتقد هناك فقر ما في الانتاج الماركسي العربي يعني باستثناءات قليلة جدا محاولات قليلة جدا يعني طفت على السطح هناك جماعات طبعا ماركسية جماعات تنتسب سياسيا وفكريا إلى ماركس لعبت دورا ملحوظا سواء في تونس أو في مصر مع ذلك لم يعني لم يكن العنوان الطاغي للاحتجاج لم يكن ذا علاقة بماركس ماركس خلافا لإحتجاجات التي رأيناها في اليونان في اسبانيا حتى في الولايات المتحدة أن الخطاب اليساري يدعو نفسه في فكرة التغيير التي بشرت بها الماركسية نعم لكن طبعا يعني كما قلت يعني هناك تنافس على تمثيل التغيير وعلى تعريف بالتغيير المطلوب ونحن في منطقة طغط فيها لأسباب تاريخية خلال العقود الأخيرة تيارات دينية بعد يعني بعد دحر وبدحر التيارات اليسرية وتأزم التيارات اليسرية ونشهد الآن حاليا نشهد ظاهرة مماثلة في العالم الغربي حيث رأينا في يعني بصورة ملحوظة جدا في السنوات القليلة الأخيرة صعود لطيارات احتجاجية يمينية لبل متطرفة يمينا لكن يعني هي طبعا في الفرق بين هذه الأوضاع وأوضاعنا أن في تلك الأوضاع لا يزال زخم القوى اليسرية كبير وهي بصراع بصراع واضح مع تلك الأطراف بما في ذلك يعني في الولايات المتحدة الأمريكية حيث رأينا ظاهرة بيرني ساندرز اللي هي مفاجئة جدا يعني الأول مرة ملايين الشباب في الولايات المتحدة يعني يرون أنفسهم ممثلين بشخصية يعني تطلق على نفسها تعبير الاشتراكية وتنتمي لتنظيم يعتبر نفسه ملهما يعني يستلهم الماركسية جماعة اسمهم الديمقراطيين الاشتراكيين في أمريكا ورأينا نرى أيضا في بريطانيا مثلا يعني هناك يعني ظاهرة أيضا عجيبة فعلا لأول مرة وصول قيادة محسوبة على الماركسية يعني تحسب نفسها وتنتمي فكريا إلى ماركس إلى قيادة حزب العمال البريطاني هذا هو أكبر حزب اليوم في أوروبا يعني فوق النصف مليون عضو لو نعود أستاذ اليسار العربي ونعود لشعرات الانتفاضات العربية صراحة كانت الشعرات في بدايتها تطرح أفقا تقدميا وهي تتناسب إلى حد ما مع تصورات واطرحات اليسار ولكن رغم هذا رغم كل هذا ظل اليسار أقليا على مستوى التأثير ظل اليسار بعيدا عن مؤسسات الحكم وظل أيضا اليسار بعيدا عن التجذر في المجتمع برأيك ما الذي يعكس هذا البعد نعم فعلا يعني كما ذكرت أنت الشعرات بما أنها تعبر عن حاجات الجماهير حاجات الجماهير جاءت تعبر عن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية طبعا والسياسية لا يعني لا يمكن فصلهما بما يتلاءم تماما مع التصور الماركسي التحليل الماركسي للأزمات الاجتماعية والثورات الاجتماعية من مثل هذه المطالب ومثلا الخبز أو العيش في مصر اللي هو تعبير عن الحاجة الاقتصادية إلى طبعا العطش إلى الحرية والديمقراطية ومع شعار مركزي الشعب يريد إسقاط النظام فعلا النظام بمجمله هذا النظام الذي يؤدي إلى ولا يزال يؤدي في الواقع إلى الكارثة طيب فالشعارات إذن عبرت عن ذلك لكن فعلا لم يكن اليسار في المنطقة على مستوى الوقوف في صدارة هذا الغليان بصورة مستمرة وثابتة يعني في حالات معينة في مراحل معينة كانت بعض القوى اليسارية بعض القوى الماركسية لعبت دور مثلا كما ذكرنا دورا مميزا لكن لم يضم ذلك يعني فعادت بعد المد جاء الجزر بسرعة وأعتقد المشكلة هي في من يحمل فكر ماركس في منطقتنا في العادة وفي الغالب تحمل فكر أو تفسير لفكر ماركس أكل الدهر عليه وشرب ماركسية اللي عندنا محنطة وهذا فعلا حالة قديمة حتى لما كانت القوى الماركسية لا تزال تمثل زخما ما إنما انتمت بمعظمها إلى ماركسية محنطة ولم نشهد مثل التجدد الذي نراه في اليوم في بلدان أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية في جيل جديد يحمل قسم كبير منه هذا الفكر لكن بصورة متجددة ويتقدم خطوات هامة على طريق صياغة ماركسية القرن الواحد والعشرين وعلى طريق أيضا تخطي ماركسية القرن العشرين التي هي فعلا ماركسية فشلت تاريخيا بقدر ابتعادها في الواقع عن فكر ماركس الأصلي يعني نحن مسيرة تجديد الماركسية في زمننا بدأت تحت شعار العودة إلى ماركس فليه؟ لأنه عندما تلاحظ أن ما تراكمه ما تم تراكمه خلال المرحلة التاريخية تحنط وأصبح سببا في الجمود لكن هناك سبب آخر سبب سياسي العملية ليست فكرية ونظرية فحسب يعني طبعا فيها بعد فكري نظري هو الذي ذكر له لكن ربما الأهم هو البعد السياسي هنا وهذا البعد السياسي لا ينسحب على الماركسيين وحسب بل ينسحب على اليسار بكافة تلوينه في المنطقة العربية هو العجز عن شق طريق ثالثة مستقلة بين ما أسميه قطبي ثورة المضادة النظام القديم كافة أشكاله يعني الأنظمة كانت قائمة في المنطقة العربية والمعارضة الدينية الرجعية سياسيا واجتماعيا رأينا اليسار في المنطقة العربية يعني يتحالف مع هذا القطب أو ذاك وأحيانا يمر وينتقل من التحالف مع القطب إلى التحالف مع القطب آخر وهذا ما رأيناه في تونس ورأيناه في مصر وكان له النتائج كارثية بالنهاية مثلا نرى أن اليسار المصري وأقصد مرة أخرى اليسار بالمعنى العام بالنسبة للوجه البارس في هذا اليسار ناصري حمدين صباحي عندما خاضل معركة الانتخابات الرئاسية على مسافة واحدة من مرشح النظام القديم اليندمي للمؤسسة العسكرية ومرشح الإخوان المسلمين وفي تلك الفترة فعلا بلغ ذروة في التأييد الشعبي إلى درجة أنه حصل يعني على خمس الأصوات وجاء ثالثا بعد المرشحين المسكورين فهذا أشار إلى أنه كان هناك زخم كبير واستطاع نلعب ذلك لأنه عبر فعلا عما كان هناك عطش له ولسيما في بين الشباب لا يريدون النظام القديم طبعا انتفضوا ضده لكن لا يريدون يعني نظام خمع آخر تحت راية دينية يريدون العودة يعني يريدون نظاما تقدميا وجاء هو يمثل هذا النظام وهذا الحنين إلى الماضي أو الأسطورة باعتقادك أستاذ أنه شق طريق ثالث أو شق طريق مستقل ومتميز عن النظام القديم أو متميز على الأصوليات الإسلامية سيفتح الطريق نحو اليسار حتى يبرز وحتى يظهر بخطابه التقدمي وخطابه التحرري الاجتماعي والاقتصادي أم أن اليسار مجبر أن يدخل في تحالفات سياسية مؤقتة حتى يضمن وجوده في السح سياسية لا تحالفات سياسية مؤقتة بدون خلط الريات وعلى أساس مبدأي ضرورية لا عمل سياسي بدون أن تلتقي في الشارع لكن هناك تحالفات موضوعية يعني مثلا أنت لما كانت تظاهرات ضخمة ضمن بني علي طيب ستلتقي في الشارع مع حركة النهضة هذا لقاء موضوعي في الشارع لكن على أن يتم ذلك بدون خلط الريات يسيروا معا ويحملوا كل مننا رايته أيوة يعني بدون أن تخلط الريات وبدون أن تتشكل أنت في صيغة واحدة مثلا وتبدو كأنك يعني في طرف واحد وهنا المشكلة فللعودة لما حصل في مصر هذه الذروة تم أو يعني بدل ما تكون هذه الذروة رأسمال شعبي يثمر لبلوغ ذروة أخرى وأعلى وأكبر جرى تبديد الرأسمال هذا بالكامل بالانتقال إلى التحالف مع يعني الركن الأساسي للنظام القديم وهو المؤسسة العسكرية في وجه الإخوان المسلمين وبالقيام بذلك خسر اليسار وهنا ممثلا بحمدين صباحي مصدقيته وكانت هذه كارثة حقا طيب ورأينا أمور مماثلة حتى في في تونس مثلا في تونس يعني في تونس عندما بعد الاغتيال الشهداء الحركة اليسارية شهداء جبهة شعبية شهدي جبهة شعبية وحصل هذا الغليان الكبير ضد حكومة النهضة ساهم اليسار في تعويم النظام القديم مثلا بحلته الجديدة في نداء تونس تم فعلا تعويم هذا الطرف بعدما كان مهمشا في الساحة السياسية جرى تعويمه فيه بمن خلال يعني مثل التحالف الذي حصل ورأينا لاحقا الحرقة النقبية الاتحاد العام تونسي للشغل رأيناها تقوم بمهمة الوساطة بين النظام القديم والمعارضة الدينية وهذا بالتعاون مع أرباب العمل يعني مع الأتيكال أيوة طيب يعني فعلا يعني هذه أنماط من السلوك لن تؤدي إلى أي تطور للفعل اليساري ولدور اليسار يعني هذا يعبر عن فشل لليسار لأن اليسار كان عليه هو أن يكون يعني القادر على تعبئة هذه الشبيبة التي هي أغلبية المجتمع الشبيبة الفقيرة هذه الشبيبة المهمشة هذه الشبيبة التي هي ضحية النظام القديم الرئيسية كان على اليسار أن يعني يبذل كل جهده في تعبئتها في نضال اجتماعي اقتصادي سياسي يتلاءم مع تطلعاتها ومطالبها بدل الدخول في حرطقات في الحقيقة أستاذ جلبير تحولت إلى ما يشبه العقدة يعني رأينا في الحالة المصرية أو في الحالة التونسية اليسار عندما يفشل في كبح جماح الحركة الإسلامية استنجد بالنظام القديم وبالتالي لماذا يوضع اليسار دائما في هذه العقدة ولا يستطيع الخروج منها هو السؤال هو السؤال كبير هو العلة الأساسية هذه هي العلة الأساسية التي في نظري حالت دون لعب اليسار في منطقتنا لعبا دورا رائدا بصورة مستمرة عدى مراحل كما قلنا مؤقتة قصيرة في 2011 2012 في هذه المنطقة لأن لعب مثل هذا الدور ليه لعب مثل هذا الدور وهذه صيغة أكررها باستمرار على اليسار أن يكون يسارا يعني أن يكون وفيا للقيم اليسارية التي هي فعلا الالتزام بمصالح الكادحين الاجتماعية الاقتصادية النضال من أجل الديمقراطية والحرية وضب كافة ممثلي الاضطهاد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وإلى آخر كافة أنواع الاقتصاد أما كيف فنخرج من هذا المأزق التاريخي بالنسبة لليسار والحركة التقدمية أعتقد شخصيا أن المراهنة الوحيدة الممكنة أو الأمل الوحيد يأتي من الجيل الجديد من الشبيبة لكن هذه الشبيبة بحاجة للالتحام بالتجزر الشباب العالمي أعود إلى كتابك أستاذ جلبير الأشقر كتابك انتكاس الانتفاض العربية صراحة أنا شخصيا لفت انتباهي عنوان لأحد فصول الكتاب عنوانه ثورة واحدة ثورتان مضادتان وأنت بطبيعة الحال تحكي على الثورة الانتفاضة في انتلاقتها التي انطلقت في تونس ثم امتدت وتحكي على الثورتان مضادتان سواء النظام القديم أو القوى الدينية الجديدة الصاعدة في تقديرك هل أنو الثورة المضادة انتصرت بشكل حاسب على الأقل في المدة القادمة ليس يعني هناك من من نهاية حاسمة لأي شيء لي لأن ما بدأ في 2011 أسميته أنا منذ ذلك الحين وصفته بالسيرورة الثورية طويلة لمدة السيرورة الثورية طويلة لمدة بناء على تحليل ماركسي ونعود للبداية هو هو يرى هذا التحليل في الانفجار الكبير يعني أزمة بنيوية اقتصادية اجتماعية سياسية في النظام الإقليمي وهذه الأزمة عظيمة الحجمية ولا يمكن أن تحل في شهر ولا في سنة عملية طويلة ومعقدة ككل السيرورات الثورية الكبرى في التاريخ حتى على صعيد بلد واحد يعني عندما نتكلم عن الثورة الصينية أو الفرنسية أو الروسية أو غيرها نتكلم عن مرحلة تاريخية يعني أحيانا تستمر يعني عقود طويلة بين الزمن من الغليان والانقلابات والتحولات والثورة والمد الثوري والجزر والثورة المضادة نحن نعيش بكل تأكيد بمرحلة الثورة المضادة وإذا طغى الصدام بين قطبي الثورة المضادة السبب مهم في ذلك هو تهميش القطب الثالث أو القوة التي كان ينبغي بها أن تلعب دور القطب الثالث يعني القوة اليسار تهمشت لأن أو من خلال عجزها عن تشكيل كما يقلنا عن شق طريق ثالثة مستقلة وقوعها في فخ التحالفات مع هذا وذاك فتهمشت وبالتالي باتت الساحة يعني يضغى فيها الصراع بين القطبين المذكورين واتخذ هذا الصراع في بعض البلان وجه الحرب الأهلية اليمن طبعا بعد سوريا ليبيا واليمن حتى إذا نظرت لليبيا ترى مع الحفتر قوى كانت مؤيدة للنظام القديم للنظام القزافي التحقت بحفتر وترى بالمقابل يعني القوى الدينية يعني نفس الحكاية في في كل مكان يعني اليمن أيضا لكن بصورة خاصة باليمن يعني لأنه علي عبدالله الصالح هو النظام القديم يعني لكن تحالف مع جزء من من كانوا في المعارضة يعني عملية معقدة بالنهاية هذه المرحلة تغط هناك كما قلنا حالات وصلت إلى الحرب الأهلية بين القطبين حرب بين القطبين حالات وهي المفضلة أوروبيا وأمريكيا حيث تم التعاون بين القطبين تونس تونس حالة لكن قبل تونس ما الذي سبق في هذا المجال المغرب حيث النظام الملكي بطريقة ذكية أتى بالإخوان المسلمين إلى الحكومة نعم فالبدأ في هذا النهج المغرب قبل تونس تونس تبعت وهذا كان بمباركة أوروبية وطبعا وأمريكية وكان هناك رغبة غربية بأن يتم الشيء نفسه في مصر وأقول بصراحة ليت الأمر تم في مصر لأن هذا السيناريو من الاتفاق بين قطبي ثورة المضادة هو أفضل سيناريو للقوى التقدمية فعندما القطبين يعني يلتقيان ويتعاونان وبينهما كل أسباب الاتفاق بينهما عظيمة لأنه بالنهاية ما يجمعهما أكبر مما يفرق بينهما نعم يلتقيان رأينا أنا مثلا في حالة مصر أو في حالة تونس السياسة الاقتصادية الطبقية الاجتماعية التي مرسها الإخوان المسلمون حركة ضد النهضة في الحكم في تونس لم تتميز عما سبق وعما تبع فهناك ما يجمع هذه القوى قد تختلف على على مثلا هذا المستوى أو ذاك من دور الدين بعض المسائل الصخفية ربما في تونس في مصر حتى المسائل الصخفية يعني السيسي لا يرفع راية العلمانية ولا ولا أي أمر يعني ف يعني لو لو تعاونت لو تعاون القطبين هذا أفضل لليسار لأن أولا يمنع أحد القطبين من أن يستقطب الاستياء الاجتماعي ضد القطب الآخر ما ينقص يصبح هو قدرة اليسار على القيام بهذا الدور لكن أعود وأقول يعني أنه السيناريو التونسي طبعا أفضل أو البغرب حتى أفضل من سيناريوات الديكتاتورية على طريقة مصر أو الحرب الأهلية أختم معك أستاذ جلبار الأشقر صراحة لحظنا أنه العامل الخارجي كان حاسما في الانتفاضات العربية رأينا قوى خارجية تتدخل سواء عبر في رسم السياسات أو في الاقتصادية أو في صناعة القرار السياسي سواء عبر المؤسسات النقد الدولية أو عبر التدخل العسكري المباشر مثل ما رأيناه في الحالة السورية أو عبر تغذية ميزان القوة لسالح طرف على حساب طرف أخر بإجاز ما هو الثمن الذي بإمكان العرب أن يدفعوه من أجل أن يحققوا استقلال قرارهم السياسي وربما كانت المأساة السورية اليوم أكبر دليل على ذلك عندما نقع نرى هذا البلد المسكين يقع تحت احتلالات خمسة الأقدم هم الاحتلال الصهيوني في الجولان يعني ومن ثم عندك الإيراني والروسي والتركي والأمريكي فيعني حالة مزرية تماما بالجانب الاقتصادي كما أنت ذكرت وحقا هذا أساسي دور الصندوق النقد الدولي في صناعة الأزمة بصورة واضحة جدا يعني نرى كيف أن ما وصفته من انسداد أفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ارتبط ارتباطا وثيقا بالتغييرات المستوحات من النموذج النيوليبرالي الطاغي عالميا والتي دفعت بها أو دفعت بها بصورة أساسية صندوق النقد الدولي خلال العقود الأخيرة يعني بدءا من تمانينات والتسعينيات رأينا هذه الإصلاحات يعني تفرد وأدت إلى التراجع في توظيف الاستثمار يعني العام القطاع العام بحجة فتح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بالمهمة وطبعا القطاع الخاص لدينا نظرا للظروف يعني خاصيات الدول العربية القطاع الخاص يبحث عن الربح السريع وليس قطاع خاص تنموي فكانت هذه الظروف هي التي ولدت الأزمة الاجتماعية الصادية البطالة القياسية التي تكلمنا عنها وبالتالي مهدت للانفجار الكبير يعني نحن دخلنا بالألفين يعني منذ السبع عشر ديسمبر ألفين وعشر كان هايدي بداية عملية نزع الاستقرار يعني دخول المنطقة ككل في منطقة عواصف لن تخرج منها سوى بتغيير جذري للأضماط الاجتماعية الاقتصادية السياسية القائمة ولذلك قلت أنني أرى أنه قد يكون يعني هناك تفاعل بين التجذر الذي الحاصل حاليا في أوساط الشبيبة في قسم من الشبيبة في الدول الغربية الطاغية على منطقتنا وحركة التجذر الشبابي لدينا على الأقل آمل أن يحصل ذلك كرافد أساسي من روافد ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة بناء يسار قليمي جديد يكون بمستوى التحدي التاريخي شكرا لك أستاذ جلبير الأشقر الكاتب والبحث اللبناني سعداء بإجراء اللقاء معك نشكرك مجددا على قبول الدعوة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة